كنا بداية الرحلة والتفاصيل اللي صارت ماشي هلأ إحنا بلشنا نزلنا على المنطقة بعدين ضلينا ماشيين عادي بعدين شوفنا الجو تغير بلشنا نرجع لوراء ومن نص الطريق هيكا يجعلنا السيل هجم علينا مرة واحدة بعدين حاولنا كلياتنا نقاوم بس كثير قوي وكثير سريع ما يقدرناش تمام في منهم طلعوا في منهم نزلوا أنا طلعت على الجبل بعد فترة صغيرة الحجرة تحركت فوقت إذا حلقت أنا وضلت محركتني المي بس اللي سمعتم مي بس مي سريع سريع وتخبيط جسمي بعدين ووقف كل شيء بعدين فتحت عيوني اللي أتحالي بالبحر اللي كنت حاسه بس كل جسمي كان محروق بس بعدين ضليتني أسباح بينما يجى واحد اسمه زاهر عجلين يجى وانقذني بس بحنا نويال لعند الشط وطلعوني على لأنك بطل تعرف يعني منشوف إن عمر اللي صار أكيد الواحد بكون زعلان على صحابه كمان دعا بسيطن عمر انت بطل وما شاء الله عليك طبعاً بناجي بهذه الحادثة يعني مشاهدينا بتعرف قماش انت بطل؟ بتعرف ولا ما بتعرف طبعاً مشاهدينا انتوا قاعدين بتشوفوه دموع اللي قاعدين بتشوفوها مننا هي دموع اي اردني ممكن تنزل منه على خسرانه لاطفال خسرانه لأردني او اردنية لطفل صغير او كبير لمعلم او معلمة ودموعه كمان قهر انه ما حدث حاسب سنة مرقت ما حدث حاسب لا مسؤول ولا غيره بالمقابل هذه دموع الغالية نحكيها على قلوبنا دموع بطل نجا وغيره طبعاً من ناجين هذول براقبتكم يا مسؤولين هذول انتوا المسؤولين عنهم عشان عمر ربنا نجاه بس برضو ربنا ان شاء الله برحم واحد وعشرين او اثنين وعشرين متوفه اثنين وعشرين شهيد انتوا المسؤولين عنهم لا يوم الدين